السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا استاذ محمود. اجاب اتكلم الدكتور? اتفضل. بقولك يا دكتورة. عندي المدام آآ عندها تضافيها في شعرها. اه. بيجي بقشر جامد. فبيأثر على وبنها وبيأثر السخونية ومش عارف ايه. تمام. وبيجي دايما في المواسم كده يعني. اه طب. الشتة والصيف بين الشتة والخريف كده. هو الفترة بتاعت الخريف والشتة بيزيد فيها اه. اه. الخريف والشتة اه. بص حضرتها. هنعمل الات. احنا هنستخدم حاجتين. حدك هتروح استئدالية. وهتقوله الديني الشامبو اللي فيه اضطار. وده هيبقى الشامبو اللي تخسل بيه شعرها باستمرار. ودايما بنيدعك بيه فروط الراس. ونسيبه خمس زقبة كيه نشطفه. بعد كده هتقوله الديني النقط اللي فيها حامد السليسليك مع الكورتيزون الخفيف قوي. ده حاجة معروفة يعني. النقط دي بنقط فروط الراس. مرة الصبح مرة بالليل. وبندل كويس قوي. ان شاء الله خلال تلت اربع سبيع تختفي الاشور والاجتهاب. نمشي بقى طول الشتة بالشامبو اللي فيه مرد الطهر. فيمنع ان استضافية ترجعتها ان شاء الله. طيب. شكرا يا استاذ محمود. اه. دكتور هو بالنسبة للشامبو. اه. في ناس بتقول نستعمل الشامبو الخاص بالاطفال او اللي ما فيهوش بلسم او مش مضاف لي بلسم وحاجات زي كده. اه. وفي ناس تانية بتقول لا ده بينشف الشعر. انا عايزة اعرف هل الشامبو فعلا مضر استخدامه كتير وكده ولا. لا. الحقيقة شامبوات الاطفال دي بعمولة الاطفال مش بعمولة الكبار. طمام. عشان فيه ناس كبار بتستعملها. اه. مش عارف شامبوات كتير موجودة في السوق. اه. دي اه انتاج شركات دواء وطنية مصرية. خطأ خاص يعني. اه. واسعارها رخيصة. وبتنطبق عليها المواصفات الصحية. ومفيش منها. ما فيهاش اي مشاكل. وانا بكتبها كلها على صفحيتي على فيسبوك في البوست المجمع. فقدروا بستعملوها بامانية. طيب بالنسبة بقى للسبغات عشان برضو مدام كنت تكلم مش شوية تكلم على السبغات. في السبغات فيه ناس ما تقدرش تستغنى عنها. طمام. وفيه ناس بتزبغ يعني انا عارفة ناس بتزبغ مسلا شعرها كل خمساشر يوم. اه. فانا عايز اعرف مدى خطورة السبغة وهل لها بديل ولا لا. بصي حريكي انا نصيحة من القلب يعني. ميزي تزبغش شعره الا شعره بيت. يعني لما تيه بنت عندها خمسة عشرين سنة. شعرها جميل وحلو. مم. وانت قلقيها بتزبغ بسبغة دي تقولي بغير. ممتغيرة. لأ انت من صغريك بتزبغة. طبعا مع السبغة دي انا بحرق الشعر. بحط مركب كماوي يحرق الشعر. اما بغير لونه بحرقه. فانا ما بستخدمش السبغة الا اذا كنت مضطر خالص. حد كبر بقى وطبعا ما تقدرش يعني توضي في البيت او. لازم اوكي ماشي. ونحخلي المسافات بعيدة. لان الحقيقة السبغة بتحرق الشعر وبتقصفه وبتكسره. مش بس كده شوية. شوفنا حالات انا بره مسجل حالات دي عندي يا حياتي. لناس بجلحة السبغة في الجلد والتهابات شديدة جدا بسبب السبغة. فطبعا نحاول بقدر الامكان اولا لما نس بغشارينا الحاجات الماركات الكبيرة الغالية. بلاش بقى الحاجات الرخيصة اللي بتقامل تحت السلم او بتتبع على الرسيف وحاجات دي. دي مش بس بتبوز الشعر بتاني حروقه في الجلد. بتبوز الجلد كمان او انا بس قال عشان كده لان في سبغات بتبعملهاش اسم كده وشكلها غريب والبنات برضو بتستعملها يعني فيه حاجات بيجيبوها من العطار وحاجات كده يعني. يعني نعمل حنة. يعني الحنة امنة. طب الحنة امنة لتغيير لون الشعر الغامق. بس فيه ناس بتبقى صغيرة في السن وعندهم آآ شعر ابيض. يعني بيبقى فيه شوية شعر ابيض بيطلعوا كده يعني بوسوا بحاجة لو شوية شعر كده ممكن بالقلب يتسبقوا كده. مم. بس ما فيش داعي ازبوا الشعر كله. آآ بس ساعات بيزيد يا فندم يعني ساعات الوش. بش انا قلت في الاول حاجة المضطر. يعني بنت صغيرة صحيح وعندها صفة وراسية يعني. آآ فيه ناس بتبقى عندها وراسة شعرهم ما لاهاش علاج. بالمناسبة يعني. لا يوجد علاج دوائي للشعر الابيض. عشان السؤال ده انا بتساعد وزحكة الصرع كده. لا يوجد علاج دوائي للصفات الوراثية. ما هو مش هينفع واحد طويل قديله كورس حقا يقصر. صح. فعن الشعر الابيض الوراثي لا يعالج بالادوية. يعني بلاش نسل السؤال جديد. يعايزين دوائي للشعرها بيت ماينفعهش. ما فيش حاجة علاج للشعر. طب فيه ناس. طيب ما عليش عشان بس كذا سؤال على موضوع الشعر الابيض ده. فيه ناس بتطلع لها فجأة. يعني هي بتبقى شعرها يعني عادي. اللونه طبيعي. ولا وراسي ولا اي حاجة بس تطلع لها وهي صغيرة في السن شعر ابيض خصوصا في المناطق اللي هي بتبقى في نص الشعر كده. برضو عايزيني خلي بالنا. لما يحصل مثلا خصلة بقى دويدة. اه. اه لازم اكشف. على الجل تحت الشعر. ده ممكن يبقى ايه بقى. ممكن تبقى نقصة بقى يمكن بوهاء. اه. طبعا لما نستعترش ب دي. انما شعره في الراس تلاتة اربعة. اه. خمستاشر بعد عن بعد. معديش مشكلة. لو خصلة على بعضها كده. لو لاني بقى حتة فيها شعر ابيض كتير اوي كسيف كده. لازم افحص الجلد. لان الشعر الابيض الكسيف ده بيطلع من جلده ابيض. اوكي. مفوش سبع هنا لازم او دلاج. لازم عليك. يعني دايما ناخد امور بجدية. تمام. انما زي ما قلت شعرتين تلاتة اربعة في الراس كل سنة تطلع واحدة جديدة دي حاجة براسة. ما نتخضش تمام. طيب. معها احلام.